حدثنا اليوم إذن عن أولى حلقاتنا في هذه السلسلة عن المسجد الحرام والتوسعة منذ عهد الخلافة إلى هذا العصر الحقيقة لم يشهد المسجد الحرام أي توسعة منذ دخول مكة في الإسلام في عهد عمب الخطاب عندما جاء إلى مكة في سيل بن نهشل عندما سمع بأن السيل حمل المقام إلى خارج مكة جاء مسعم المدينة وأعاد المقام ووجد أن الحجاج والمصلين قد كثر عددهم فأمر بالبيوت التي تحيط بمسجد الحرام بإزالتها توسعة فلم يأبني مسجد وإنما بنى سورا حول الكعبة المشرفة فبعض الأهالي وافقوا وبعضهم لم يوافق بحجة أنهم ما بنوا تلك الدور إلا تقربا إلى جوال الكعبة فقال قولته المشهورة هل الكعبة نزلت عليكم أم أنتم نزلتم عليها فقال لا والله نحن نزلنا تقربا لجوارها فقال عمر قولته مشهورة إذن الكعبة كذو زوارها وسستبيحهم كل عذر وأمر بالتثمين هذه الدور وهو أول من سن نظام التثمين العقاري فثمن هذه الدور ووضع بيت مال المسلمين وهدم البيوت التي حولها وبنى سورا يطيفه بالكعبة المشرفة فكانت المساحة التي أتاحها عمر في الفترة هذه حوالي 3613 متر بس 3613 متر دائر مدار الكعبة المشرفة نتحدث اليوم الدكتور إذن عن حوالي 1200 عام لم تحصلناك توسعة للحرم المكي الشريف تحديدا من آخر توسعة صنعها أو أسسها العباسيون نتحدث لو عن هذه 1200 عام هل فعلا أنه لم يصل هناك توسعة طوال هذه الفترة نما كانت عمال تهي أم هناك فعلا تهي أحصلت في هذه الفترة هو من عهد يعني من عهد عمر جاء الخليفة الراشدي عثمان بن عفان وهو الذي أول من بنى للمسجد الحرام بناء وجعل له يعني فتحة المسجد جهة مفتوحة أمام الكعبة سميت مصطلحا بالرواق وسمي بالرواق العثماني الذي هو يطيف على الكعبة فاستمر هذا البناء حتى الدولة العباسية طبعا لا شك أن خلال الدولة الأمامية بن الزبير يعني عملوا بعض التصريحات أو الإصلاحات في المسجد الحرام حتى جاءت الدولة العباسية وتم توسعة المسجد الحرام حتى أصبحت التوسعة عام 164 للهجرة حوالي 28 ألف وثلاثة مربع دائر مدار المسجد الحرام بل إن العباسيون قد جلبوا الإصطوانات من عواميد الرخام من الشام ومن مصر وبنوا بها هذا الرواق الذي عرفه في التاريخ برواق عثمان بن عفان إذن كانت الرواق العثماني هو آخر ما تم تهيئته في المسجد الحرام قبل العباسيين ثم أتت التوسعة العباسية وانتهت التوسعة في الحرام المكي إلى العصر السعودي نعم لم يشهد المسجد الحرام بعد توسعة العباسيين سنة 164 أي توسعة تذكر وإنما كانت عبارة عن إصلاحات وترميمات في المسجد الحرام طوال هذه الفترة حتى دخل الملك عبدالعزيز الحجاز عام 1343 ترجمة نانسي قنقر